بسم الله زملاء والزاملات السلام عليكم ورحمة الله. قواعد التسعير او سناخد نموذج كده انا عمله. الصراحة القواعد التسعير دي شيقة جدا يعني. مش كده من باكد قبل ونستخدم البرنامج محتاجين يبقى شغلين على الورق. يعني ان بيدي امكانيات كبيرة او موضوع القواعد التسعير دي بتدي اوبشنز كتير او خيارات كتير. لو احنا ننظمنا الشغل الاول على الورق حيفرم معنا كتير. هنمشي هيبقانينا كذا حلقة. قانينا في البداية ناخد النموذج الناموذج بسيط جيد. انا حمشي على المبيعات لان احنا في الغالب. الخصومات والبروموشن والكلام ده كله. بيبقى دايما على المبيعات. ان انا اللي بقدر اتحكم فيها. ما بقدرش اتحكم فيه المشترات بتاعتي. ونفس الفكرة ده لو طبقناها. لو فيبناها على المبيعات بيذننا نطبقها على المشتريات. وهنا انا القواعد التسعير عندي تلات طرق. يا اما انا بقول عن طريق. بحط قاعدة تسعيرية على صنف محدد او مجموعة اصناف محددين. مش مربوطين ببعض. او بقول مجموعة اصناف. بخش بقول مثلا دي مجموعة الساعات كلها. عليها خصومات. غير ما اقول رمز السرعة. بقول لها والله انا عندي الساعة الفلانة دي عليها خصم. والاسورة الفلانة دي عليها خصم. والسلسلة الفلانة دي عليها خصم. دي بقى دي مجموعة اصناف. بكتب هنا كل صنف. بضيف هنا انا بنكتب الاصناف. او بقول له مجموعة مجموعة الصنف مرة واحد زي ما قلنا الساعة كلها فبقول له اختار الساعة اول علامة تجارية اللي هي ايه بنقول مثلا مثلا انا بستخدمه قضيدس بقول والله كل اي حاجة علامة تجارية قضيدس هندي عليها خصم عشرة في المية سواء احزية سواء تيشرتات هيبقى عليه خصم عشرة في المية جيد فعشان كده مهم موضوعه احنا بنعمل المخازن نتأكد على هنبص عليها واحد شغالي يئم على الحركة او الترانزاكشن بديله ان انا في اخر القيد ده او اخر الفطورة بيدي خصم بيعندي اربع خيارات يعلى منتج محدد يعلى مجموعة اصناف محددين يئم على علامة تجارية براند يئم على الحركات محددة الفطورة محددة بدي عليها خصم في الاخر وهنا بحط هنا سواء المجموعة لانهنا بتتغير مع تغير لو السلعة بيديني اضيف السلعات لو سلعات مختلفة زي ما قلنا ساعة سويرة كذا فبحط كل سلعة وحط وحدة القياس لان انا في وحدات قياس مختلفة انا ممكن مثلا منزل العرض بتاعي على اللي ما تشتري بالكارتون غلما تشتري بالوحدة بالوحدة غلما تشتري بالباكت فلازم هنا احدد ان انا دي ايه واحد القياس اللي حاجب ونعنا علي ايه حد الخصومات دي او البروموشن دي هنا عندي رمز السلع عندي مجموعة الاصناف ونعنا عليها بحدد مجموعة الاصناف اللي عندي ايه مهم هنا بتتغير النموذج ده بتغير مع التغير اللي هينطبق عليه انا شغال على رمز السلع احنا اخد نموذج بسيط وっていうynthia نكمل في الحائل اللي بعد Bundeshare طيب السعر او خصم المنتج اب عندي انا خيارين بادي السعر بقولك لو اشتريت المنتج الفلاني هتاخد عليه خاصم اما باقولك لا لو انت اشتريت المنتج الفلاني هتاخد عليه منتج الموضوع مش متعلق بالفلوس هنا متعلق بالفلوس هنا متعلق بالمنتجات باخد منتج شتري منتج خد واحد تاني جديد او واحد تاني اضافي علي جايد وممكن من مستوضع محدد وده بيحصل كتير ان انت تقول لك ده مثلا ده فرع القاهرة بس او ده فرع الرياض مايبقاش في فرع مثلا ابهى او مايبقاش في طنطا مايبقاش في اسكندرية فبحدد بناء علي المستوضعات اللي حتطلع منه لو اشترى من المستوضع ده بناء عليها بادي الخصم دي حيبقى لها دورها واحنا جايد طيب هنا احنا قلنا خلاص الباند ده لو انت اشتريته بنديلك عليه خصم هنا هنمشي بالسعر خصم او بالعكس لو انت اشتريت ده هنديلك خصم على المنتج ده لو خدته بقول له لا والله لو ده بختار منتج تاني اشتري ده واخد ده اشي كده قلنا محتاج دراسة وتشوف الاول انت ايه الخصمات اللي بتديها وتشتغل ازاي وايه المنتج اللي انت عايز تمشيه عايز يتحرك عندك في المستو ده يعني خد مثلا تي شيرت وخد عليه كورة هدية او هنديك خصم على الكورة يبقى انا مشيه ده وايه وعندي النقطة التانية انت الخصم خدته على منتج تاني راقد عندي في المخازم زي ما قلنا بتحدد على ايه ايه عندك ايه بتطبق الشغل ده ايه مع المبيعات ايه مع المشترات وزي ما ذكرت في الاول احنا غبيت شغلين على المبيعات فكل شغل انا بطبقه على المبيعات طيب المبيعات عندي ايه انا ممكن احددها العميل محدد كده انا حددتها للجميع منجرد ان المنتج ده بيتباع جايد خلاص بيتطبق عليه الشغل ده انما انا ممكن احددها العملة معينة او احددها المجموعة عملة يعني مثلا زي ما قلنا قبل كده احنا بشتغل مع تجارب جملة بس انما المفرط لا فبشتغل مع الجملة او عميل محدد لان انا ممكن اكتر من نموذج الفي اي بيز مسلا عملة مخصوصين دولت ليهم خصومات محددة او اكتر من عملة بالمجموعة دولت ليهم خاصة كذا والعملة دولت مجموعة خاصة كذا او منطقة محددة مثلا لو قلنا شبرة بس هي لحتاخد الخصم ده اقليم بس كل العمل اللي موجودين في شبرة او كل المبيعات اللي موجودين في شبرة هم هايخدو الخصومات او الموجود في حي الفيحاء هم بس هايخدو الخصومات او شريك المبيعات او فلان اللي هو انا بيسمى ايه لو هو بيتعامل معاي بنزله الشغل وبناء على هو بياخد خصم هو بيبيع من خلاله هو العشرة في المية جايد يعني ناخد نشوف كده فطورة اهو الفطورة ده ده العميل اشترى من عندي ميت قطعة القطعة في البرايس لس ستة مية الديسكاونت عشرة في المية او هنا جايب لي ان انت انطبق عليه الرول رقم واحد القاعدة التسعرية لو رجعت التاني هنا بلاقي ان انا دي ده القاعدة التسعرية رقم واحد بقولي اديله خصم عشرة في المية هو مباشرة مجرد ان انا دايما الاشكالية في ان انت لما ما بتديش فرصة للقاعد بيشتغل يقعد يغير في الخصومات هو مجرد ان العميل دخل بيكتب الكيمية على طول بيزهر له يظهر له كان السعر كام الخصم كام قيمة الخصم يعني انا برسنتش الخصم وقيمة الخصم والسعر هيبقى كام واجمال القيمة المفروض العميل يدفع طبعا احنا الفاتورة دي احنا عدلناها يعني احنا بنعدل من خلان هنا واضفنا ده فتكرم عن حنشتغلها بالانجليز عشان العرب مش هنلاقيه فمشتغلها بالانجليزي كده نضيف ده عشان يبقى الفاتورة قدامي انا شايف الدنيا ماشية ازاي بقى من خلال هنا بحط الخيارات دي باختار بقول له ان عايز ده وده وده جايد عشان تبقى الفاتورة قدامي انا شطاوة هنا بالنين اللي لو انا عايز لا الاول دي هنا مكان دي بقدر اتحرك فيه جايد بعمل update تظهر لي عندي الشكل ده ان انا بقى انا شغال وعارف الدنيا ماشية ازاي معاني كان سعرها كام والخصم كام وانا انا ببكتبش حاجة زي ما قلنا انا بقول لنا بعمله واكتب بس ال quantity واكتب اسم العميل ومباشرة البرنامج بيشوف ان اسم العميل ده بالنفروض يبقى ليه يخضع لنسبة خصم عشرة في المية حلقة جاية ان شاء الله هنبص ازاي الفاتورة نزبطها برضو عشان تمشي بنفس الشكل ده ولينا حلقات تانية بإذن الله سلام عليكم